بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أبنائي بمشيئة الله تعالى درسنا عن العلم نور ورفع يا أبنائي نوضح مكانة العلم بالإسلام اهتم الإسلام بالعلم اهتماما بالغا لأنه سبيل معرفة الله تعالى وتوحيده وعبوديته ولأن العلم أساس تقدم الشعوب ورقيها وازدهارها وهو سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة فكانت أول آيات القرآن الكريم نزولا تدعو إلى العلم وتأمر بالقراءة في كل مستوياتها العامة للكون والخاصة بالمواد المكتوبة لأنها أعظم وسائل اكتساب العلم قال الله سبحانه وتعالى في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أيضا يا أبنائي حثن النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم النافع فقال صلى الله عليه وسلم صلوا الله علما نافعا والعلم النافع يا أبنائي انتبه معي العلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه ويعلمه غيره وينتفع به الناس وتظهر آثاره في تهزيب النفوس وسمو الأخلاق واستقامة السلوك أيضا يا أبنائي من مجالات العلم النافع كما قال أحد العلماء إن العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان فيحصل الإنسان العلم النافع العلم النافع بتعلم علوم الأديان يعني علوم الشريعة الشريعة الإسلامية وهي خير للإنسان في دنياه وآخرته قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يا أبنائي من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وكذلك أمرنا الإسلام بتعلم علوم الأبدان مثل علوم الطب اللغات الهندسة التكنولوجيا وسائر العلوم التي تتقدم بها المجتمعات وترتقي بها الحضارات أبناء بيّن لنا القرآن الكريم مكانة العلماء العاملين بعلمهم وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وخصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الدرجة دون غيرهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبيّن لنا منزلت ومكانة العلماء العاملين بعلمهم فقال صلى الله عليه وسلم في فضل العالم قال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ذرهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هنا يا أبنائي رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للعلماء والمعلمين بعص الله سبحانه وتعالى لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم للناس معلما فقال صلى الله عليه وسلم إنما إنما بعثت معلما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أبنائي خير معلم لماذا؟ ليبني شخصية الإنسان وقد وصفه الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما رأينا معلما قد قبله ولا بعد أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا بالمتعلم ميسرا بعيدا عن التجديد في الأمور فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم علوم الدين وحثهم على التفكر في الكون صلى الله عليه وسلم